سل الله الرحمن الرحيم أهلاً بالكرام إخوانا وعزائنا مشاهدي قناة بنورامة الزراعية أهلاً وسهلاً بحضراتكم وأندرل شوية عن إزاي بدأنا بنورامة الزراعية بعد ما وصلنا لمئة ألف متابع طبعاً بفضل الله وبفضل كل من تابع القناة دهياً وقدر ينشر أي حاجة فيها أولاً بنكسب كم من اليوتيوب والله على ما أكل شهيد ما أجزب عليكم ومن أشهد الله على كذب يعني فده يعني عقابه كبير عند ربنا سبحانه وتعالى المهم بدأت بنورامة الزراعية سنة 2017 وكنت في السعودية في بلد اسمها تايمة تابعه لي تابوك في السعودية وكنت مع رجل من أروع وأنبل وأفضل الرجال اللي شاهدتها في حياتي كلها أنا ثمانية واربعين سنة الرجل ده من أفضل وأنبل وأروع الرجال اللي شاهدتها في السعودية فالمهم كنت في المشروح في يوم عيد فطر في 2017 والمهم ما قاعد لواحد كده فأمت إيه؟ قلت بالله اللي أعمل تجربة عن شارك حاجة على اليوتيوب يعني أنا شايف الناس بتتكلف حاجات قد تكون مش مؤثرة أنا حاسس إن في حاجة عندي مميزة عايز أقدمها للناس يعني وقد كان المهم صورت الفيديو وحبيتها منتجه تماما؟ فأنت صلت بصديق مصر محترف في الجهاز الحاسب الآلي وقلت له إذا منتج الفيديو ده هو فانزور ماذا؟ قال لي أول فيديو أعمله ببلاش اللي بعد كده هتدفع فلوس يا زولي قلت له يعني يا زانا ما ما ينفعش المنجد الفلوس قال لي نو قال لا إزاي الكلام ديه؟ قال لي هو كده قلت له أزيلة زي ما تحب المهم؟ قعدت دخلت على اليوتيوب وأبحث عن واحد أخونا مصري بيشرح عنه برنامج اسمه فليمورا فليمورا ده يعني برنامج محترم جدا ودلوقت طبعا بفلوس كان لأول ببلاش نزلته وصطرته على الجهاز وبدونها كويسة خالص يعني مش يعني الحمد للله محترف حسب بقالي بس مش القصة دي ومعايا طبعا الحمد للله الاي سي دي اللي فيه مرتين مش مرة تمام؟ واشتغلنا ففي ثلاث ايام كان الرجل المصري ده محفظني أساسا فليمورا ده تمام؟ اسمه مصطفى بس مش فاكر الخناكة اسمعي المهم احترفت البرنامج ده هوت وازعيلت طبعا من صاحبه المتعب على ما قدرش تقول صاحبه مين؟ تمام؟ طبعا انت حضرتك بتوع التهاتفية في الواتسا أب انا على قلب زي العسل وانا لا بتغفاء لوجه الله ولكن ليه عتب على بتاع الواتسا أب ده في حالتين الحالة الاولى حضرتك انك تبعت ترسلني على الواتسا أب الكويتي او السعودي والمصري ده بيخنقني اساسا بزعب من القصة ده اية يا جماعة الخير تمام؟ يعني كفاية انا هرد ايك على واحدة دي اول حاجة تمام؟ ما فيش حد يقول لي اصلي انت عملت لك عزب عشان انت عملت شيء خطأ تمام؟ حاجة تانية تبص تلاقي واحد باعت برضو عن حاجة ما تنساش هقولك ما تنسانيش هقولك احنا بنكسك كب من اليوتيوب خليك معايا الحاجة التانية ان واحد يبعت لي يقول لي اصلا عندي كذا 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 في النبات فقول له طب حضرتك يبعت لي السوق يقول لي حضرتك اصلا ده كنت زارع السناء اللي فات اصلا طب انت ما عندكش الحكاية طب ليه تمام؟ او يبعت لي حاجة يقول لي اصلا ده كان عند صاحبي يعني حاجة عندك مشكلة او مشكلة بسيطة اهلا وسهلا بيك على فكرة انا محب اختبرك نحن بعرب يعني تمام؟ حبيت اختبر القصة ديك فابتديت اعمل يا جماعة حاجة اسمها يعني على الواتساق بكده ايه يعني مرتود مدى بسيط يعني تمام؟ الحمد لله ما حدش تشترك قرص الا اثنين ثلاثة وفي حاجة بيتحك عليك كمان يعني بعتلي شعار بينك كده خيبان يعني المهم يعني اخونا السعودي اللي كان عايز جاي من دراسة الجدوة فيه اخ سعودي كان عايز جاي من دراسة الجدوة تمام؟ المهم يعني هو مصري على بيك انا مسعودي ولكن مش اتجار عندي واحد اخ سعودي يعني تمام؟ اخ المصري قال لي عمل لدراسة الجدوة تمام ماشي يعمل حاجة انه هو متكلف كمان انت هو متكلف كمان تمام مش تغلت من دراسة الجدوة والله على ما اخد شهير والمهم في قلت له بس مش هبدأ فيها لدراسة جال من بيوت محمية وشروع كده هيعمله في السوداء تمام؟ المهم حضرتك بسامعني دلوقتي فاهمني وقال يركز يا مصري انت اللي هي بتقول لي انا رئيس الحسابات او رئيس مجلس الإدارة وكلام ده المهم اخونا المصري بعتلي اشعار بانك بالمبلغ تمام؟ اروح ليه البانك قول ليه فيش حاجة قول ليه بانك طب يا ابني انت معنزبك بعدها بشوره كل شوية قول ليه تمام وصلت لحد فين؟ قول ليه وصلت لحد فين؟ وصلت لحد فين؟ وصلت لحد فين؟ ولكن اللي لازم شديد انت الاشعار اللي انت باعته ده يعني مش عايز اقولك هو اشعار ايه ولكن عين فدي من ضمن الحاجات يعني اللي بتخلي الانسان يعني يزعل نفسيا من التعاملات المشكلة مهم؟ بنكسب من اليوتيوب باليوتيوب كال؟ اليوتيوب يا جماعة اللي انت بتشوفنا بنعمل فيه الفيديو ده كلته تمام؟ احنا بنكسب فيه والله على ما اقول شعين الشغر اللي فات 84 دولار الشغر اللي قبله 84 دولار الشغر ده هو 153 دولار 153 دولار تخيل يعني في المتوسط هنقوله هم 100 دولار تمام؟ المت دولار تقول لا يعني القضاء اللي فوق دي هي كفوهاش عشان حضرتك يعني هل هم جره او هو؟ ولكن انا هقول لحضرتك على الحاجة ادعم القناة دهية مش لشيء ولكن عشان تستمر اولا المت دولار والله على ما اقول شهيد ولا تعنيه بشيء يعني تمام؟ ولكن ادعم القناة دهية ادعم الصح ادعم الشيء الكويس يعني تشوف مثلا 100 الف متابع 100 الف متابع 100 الف رقم مش قليل يا 100 الف انتفاين يعني ايه؟ يعني اوروبا لما بتحارب في روسيا الناتوم ودي لأوروبا اساس 240 الف تخيل انا عندي 100 الف متابع فهمني ايه؟ مصر انسى كل الدول العربية ما عدا يعني اقل حاجة فيهم يعني امريكا بيجين منها تقريبا فوق العشرة في المئة تمام وبعدها فرنسا والمانيا فيه طبعا عرب ساكنين هناك ويشتغل على الخساب والدولتين اللي لاحقين وراهم كانت قطر في شهر والامارات جت شهر والكويت جت شهر دير كده انسى انا بقولك والله على ما اقول شاهد ليه المعروف ان انت عندنا في الدول العربية بتكون يعني اوليين المبنود بتاعي يعني انا بقى في اوروبا مبنودها بيبقى تمام اه 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 احنا بنقول ايه عم الشيء الكويس بالنى يعني ايه عم الشيء الصح والشيء الكويس والشيء اللي انت تسأل عنه او اربي بالفلوس اليوتيوب لو انا عايزة اعمل فلوس على اليوتيوب يعني هقول لك شوية امثلة يعني في واحد مثلا اقول لك ايه يعني دي موجود تعالى ما يخفوه عنك اصحاب المشاتل بالنسبة لي لون النبات ده اخ سوري انا بقول لك هو انا رجل الدكتور في الزراعة في الآخر رجل بتكلمك في الشيئات الحديد المعلومة الشيئات الحديد احنا بنقولها معلش ما بنعملاش فيديو نحن نقولها بايه في معلومة مهمة كده وما زالت تلاقي فيه اليوم مشاهدة ليه احنا لا نجزب على حد انا بخاطب بحترم اسدزيلي الرسول ربما الفيديو ده يقوم قدام حد فيهم بحترم اصدقاء المهنة اللي هم يعرفوني كلهم وانا عارفهم بحترم عقلية البشر اللي هم بيسمعوني بتاقي الله سبحانه وتعالى قدر الاستطاع مش هقولك انا ولي ولا من اقول يا الا الصلاحين انا مزنبو في كل البداع ولكن قدر الاستطاع احنا يعني احب الصلاحين ولاستو منهم بس بقدر الامكان بنقدر نعمل اللي نقدر نعمله بس في الصدق وفي القول والعمل وربنا وفقنا كلنا ده من غير توفق ربنا مش اللي صلاحين بس النهاردة حاولتك لما تسمع حد زي كده او واحدة النهاردة بتقولك انا والله رايح اعرضت بغرفة النوم بتاعتي اصل النهاردة الخميس وكل داعب ايه ده؟ ايه ده؟ وصلنا المرحلة ده؟ يا عرب وصلنا المرحلة ده؟ ويتلاقي ناس مليون متابع ماشي؟ يعني تتلاقي واحدة رايح انا رايح النهاردة عن دم وعدشوفوا بقى التنظيف بقى وررتين اليوم بقى ماشي؟ تعالى بقى النهاردة رايحين ما كانت الطحين مفاكرا لما كانت الطحين بتاعت زمن رايحين ما كانت الطحين النهاردة تعالى المطحن بقى وجابر التختك وانتها بجاء؟ ايه اللي وصلنا له ده؟ فاهمينني؟ يعني يا جماعة النعيب يعني احنا لا وصلنا لأخلاق الإسلام ولا حتى ناخد الجاهلين والله العظيم اقسم بالله مع زيه ايه ده؟ يعني شجع الشيء الكويس قبل ما تحط لايك حط لايك ده شعارك انت تحطه ربنا هزبك عليه ولا لا؟ اللايك ده فعلا ده استحق ان تحط لايك ولا لا؟ اشير الفيديو اللي انت هتشايره ده انت بتنشر الصح ولا تنشر الغلط راجع نفسك راجع نفسك والحمد لله المتابعين بتقع الحمد لله اكبر فيها هما من اربعة ويشين و اربعة وثلاثين سنة تمام؟ هيت الشباب قليلين جدا اه فيه كرصات على القناة كما رتبت القناة فيه كرصات على القناة والله العظيم والله العظيم ما تلاقيها غير في الجامعات وهتصرف لها فلوس وتروحها انا اعمل لانك فلون تعيش في بيتك يعني انا وانا مش عايد يعني احاول معانا مش عشان فلوس ولا نيلة هما تم تمد دولار دول أسر فمي يعني حد لا حد ما نقلوبنا بعد العيد عادة بعد قوملو يعني فاعممي بس ده اللي حبيت اقوله لكم واشاركو مكنت بالأيام الجاية ان شاء الله بزيلا اشتغل مع امازون لان موضوع يوتيوب ده للأسف يعني مش جاعة لا هو يا خالص على المساجي ولكن القناة موجودة ادعموها علشان تغضل يعمل الفيديوهات عليها لان يوتيوب يكسب النهارة لو لقى قناة ما بتكسبش يوتيوب يقضى من 40% لكن النهارة انا لقى 250% يوتيوب ما كسبش مالوش علاقة ان تحط القناة بتاعتها على المنصة بتاعها هيهملها واترح بخبرتان بس ده اللي كنت عايز اقول لحضرتكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته